لو انت سنك من 18 لأقل من 43 سنة فالفيديو بتاع النهاردة ده ليك انت سبع وخير ازاي وكم عاملين ايه زي ما انتو عارفين الهجرة بتاعت استراليا هي اسمها هجرة عمالة ماهرة والسيستم ده هو سيستم نقط واحد من الحاجات اللي انت بتجمع منها نقط للهجرة لأستراليا هي السن والسن اكتر حاجة بتاخد عليها نقط هو لو انت سنك من 25 ل 32 سنة ده اكتر حاجة انت بتاخد عليها نقط في نقط الهجرة اللي هي 30 نقطة دلوقتي العدد النقط اللي مفروض انت تحتاجها حاليا عشان تقدم على الهجرة هو 65 نقطة فانت كده تقريبا لو عمرك ما بين 25 لأقل من 33 سنة وده افضل سن تهاجر فيه فهتاخد 30 نقطة اللي هما تقريبا حوالي نص النقط اللي انت محتاجها للهجرة الاستراليا طيب فرضا كده ان انت خلاص تميت 18 سنة ودلوقتي قانونيا ينفع تهاجر ايه الحاجات اللي انت مفروض تعملها علشان تحسن فرصك في الهجرة وكمان تزود بها فرصك ان انت لما توصل هنا تعرف تلاقي شغل وتبدأ بقى حياتك هنا وتستقر لو انت عندك 18 سنة فمعنى كان ان انت تقريبا لسه مخلص سنوية عامة الافضل ان انت لما تخلص سنوية عامة ممكن تدرس هنا يعني ممكن تيجي هنا تقدم بعد السنوية عامة وتدرس اي حاجة انت عايزها طبعا لو كنت تقدر تتحمل التكاليف تحت الدراسة او لو انت كان مثلا مجموعة كويس جدا وليك اتصالات وعلاقات مع ناس هنا مثلا جامعات فممكن تقدم لو مثلا الجامعات دي بتعمل منح فانت ممكن تقدم عليها انا ما عنديش حاليا والله اي معلومات عن المنح ممكن قدام بس دي حاجة من الحاجات ولو انت ناوي على الخطوة دي وبتفكر فيها ان انت تيجي تدرس هنا بعد السنوية العامة هيبقى متاح ليك تدرس اي حاجة انت عايزها يفضل لو انت ناوي بعد السنوية العامة تيجي تدرس هنا ان انت تسعى في موضوع دوت بان انت تحسن الانجليزي دي الحاجة المهمة جدا ان انت لازم تسعى فيها وانت بتدرس في السنوية العامة معرفش هتلاقي وقت ازاي وانت بتدرس في السنوية العامة وعايز تجيب مجموعة كويس عشان مثلا لو منحة ولكن هنا ممكن مثلا تجيب مجموعة عادي جدا يعني في السنوية العامة في مصر وتيجي تدرس هنا مفيش مشكلة بس ايا كان انت نوع على ايه سواء منحة او دراسة الافضل ان انت تحاول بشطة طرق تحسن الانجليزي بتاعك قبل ما تيجي هنا لو انت عايز تدرس تحسنه ازاي بان انت مثلا في برنامج كده عرفته لما انا جيت هنا اسمه دول لينجو ده ممكن تحمله على الكمبيوتر او على الموبايل بتاعك وتبدأ تمارس اللغة عليه او تشوف مثلا مواقع اللي هي فيها مدرسين بر اجانب بيدوا زي كورسات كده ممكن تاخد مثلا زي سيشن معهم انت وهما كده فيس تو فيس يعني على مثلا سكايب او حاجة ولو انت لو انت اناوي بعد كده تدرس يعني بعد السنوان العامة لازم تاخد طبعا امتحان كل الجامعات هنا بتطلب امتحان سواء ايلس او بي تي اكاديميك فلازم ان انت تاخد الامتحان دوت وانت بتدرس الامتحان ده مدته او بيشتغل لمدة ثلاث سنين هو فالد لمدة ثلاث سنين فانت يفضل ان انت تاخد الامتحان ده وانت بتدرس سواء قبل السنوان العامة او وانت بتدرس بحيث شاهدته تبقى شغالة ثلاث سنين بحيث بعد ما تخلص السنوان العامة امتحان الانجليزي معاك تقدم على الجامع وتيجي هنا تدرس وتبدأ بقى حياتك ده لو انت عندك 18 سنة وتقدر تيجي هنا تدرس للأسف الهجرة هنا شغالة لازم يكون معاك مؤهل علمي علشان تهاجر دبلوم او باكالوريوس او ماجستير او دكتوراه مفيش هجرة على طول بعد السنوان العامة حتى لو انت جبت تمت قانونيا سنة 18 سنة بس للأسف نظام الهجرة هنا اسمه هجرة عمالة ماهرة هم عايزين ناس تكون على الاقل خلصت جامعة ومعها مؤهل وتيجي هنا تبدأ بقى تشتغل او ناس تكون معها قردي خبرة في بلدها في الشغلانة بتاعتها وتيجي هنا تبدأ تشتغل من اول ما توصل طيب دلوقتي خلاص خلاص السنوان العامة ظروفك ما تسمحش ان انت تدرس هنا سواء بقى مفيش منح او انت مادين مش قادر فخلاص انت كده 18 سنة هتبدأ بقى تخش الجامعة بتاعتك دخلت الجامعة درست اربع خمس سنين اتخرجت عندك واحد وعشرين اتنين وعشرين سنة انت كده لسه ما وصلتش لاعلى او احسن وقت للهجرة يعني انت احسن وقت للهجرة هو السن ما بين خمسة وعشرين واثنين وتلاتين ده الوقت اللي انت هتكون لسه فيه شباب بالنسبة لهم هنا يعني وكمان هتكون اتخرجت وكمان هتكون معاك على الاقل تلات سنين خبرة في مجالك فانت كده انت المهاجر المثالي اللي هم عايزينه هنا حد معاه مؤاهل علمي كويس الانجليزي بتاعه معقول وكمان معاه خبرة في الشغلانة هيجي هنا يتحط في المكانة بتاعت الشغل والترس ويبدأ يشتغل ويدفع درائب فلو انت لسه مخلص جامعة السؤال اللي دايما بيجي لي اهاجر بعد التخرج على طول ولا استنى اخد خبرة نصحتي من اللي انا شفته هنا هنا الشغل بيفضلوا جدا الناس اللي معها خبرة من بر اسطراليا او خبرة جوة اسطراليا حتى الناس اللي بتيجي تدرس هنا ماجستير او دكتوراه او حتى باكراريوس بياخدوا وقت علشان يلاقوا شغل كجونيور يعني جونيور ده يعني انت لسه صغير لسه معكش خبرة والسينيور اللي هو الشخص اللي معاه شوية خبرة فلو مثلا بنتكلم على عشر وظايف في نفس الشركة ممكن تلاقي واحدة او اتنين بالكتير جدا جونيور على مدى السنة والباقي كله بيحتاجوا ناس سينيور او ناس اديها في المجال فمن تجربتي هنا يعني من اللي انا شفته الافضل ان انت بعد ما تخلص جامعة ما تستعجلش ان انت تيجي هنا على طول انت ممكن تهاجر قلت قبل كده الخبرة مش شرط ابدا للهجرة وعلى حسب طبعا جهة المعادلة بتاعتك طلبة خبرة ولا لأ بس الخبرة كخبرة مش شرط للهجرة ابدا فلو انت خلصت جامعة وعايز تهاجر نصيحتي لك ان انت تستنى اتقنى شوية ما تستعجلش زي ما نعملت جدا خد خبرة شوية في مجالك مثلا انت تخرجت عندك واحد وعشرين اتنين وعشرين سنة ابدأ اشتغل شوية في مجالك وتأكد ان المجال انت هتشتغل فيه ده ليه علاقة بشهدتك لان لو مولوش علاقة يبقى كل الخبرة اللي انت بتاخدها دي ولا ليها اي لازمة الهجرة بالمؤهل العلمي مش بالخبرة فانت لو تخرجت واحد وعشرين وعشرين سنة واشتغلت مثلا تلات سنين ولا حاجة لحد ما بقى سنك خمسة وعشرين كده انت هتاخد نقط للخبرة وهتاخد نقط للمؤهل وكمان هتاخد اعلى نقط للسن هتبقى قربت جدا من الخمسة وستين نقطة اللي هم طلبينها هيبقى فاضل بس ان انت بتحسن الانجليزي بتاعك وتي حاجة تانية بقولك من دلوقتي اعملها لو انت بتدرس في الجامعة لو انت بعد السنوات العامة دايما حط الانجليزي ده حاجة كده قدامك ان انت لازم تحسن نفسك فيها عشان لما تيجي هنا ولو انت لسه في الجامعة ومسلا بقت تشتغل حاول على قد ما تقدر بمجرد ما انت مثلا تخرجت اتنين وعشرين سنة انت عارف ان انا وانا عندي خمسة وعشرين بمجرد ما هوصل للخمسة وعشرين انا هفكر في الهجرة وهبدأ اسعى فانا كده لازم اكون مزبط ان انا يبقى معايا امتحن الانجليزي سواء من وانا تميت خمسة وعشرين سنة لازم اكون خلصت كل الكلام ده معايا نقط السن بتاعتي معايا خبرة تلت سنين بعد التخرج مثلا وانا عندي خمسة وعشرين سنة وكمان يكون معايا شهادة جهزة وفالد وشغالة لأول ما انا اتمي خمسة وعشرين سنة مجرد ما تميت خمسة وعشرين انا كده معايا نقط كتير جدا مجرد ان هجمع ورق بس واعمل المعادلة وقدم على الهجرة وفي خلال سنة ان شاء الله بالكتير هتبقى هنا فدي نصيحة للناس اللي بتفكر تيجي هنا بعد التخرج اتقل شوية الهجرة عمرها ما هتقفل البلد هنا اصلا عايشة على المهاجرين بنيجي هنا بنشتغل وندفع ضرائب فالبلد عايشة على كده عدد المهاجرين هنا مش كتير مقننتا ببلاد تانية البلد هنا كلها على بعضها خمسة وعشرين مليون شخص في بلد مساحتها استراليا مساحتها سبع اضعاف مساحة مصر فالبلد دي هتاخد لها مثلا خمسين ستين سنة كمان عشان تبدأ ممكن حاجات تتغير في مثلا في الهجرة بس هي بنسبة كبيرة الهجرة هنا عمرها ما هتقفل عدد المهاجرين اصلا هم بيزودوهم سنة عن سنة لان هم محتاجين ناس والبلد بتتعمر فما تستعجلش وما تقلقش ايا كان سنك دلوقتي كان لو انت لسه بدل السنوات العامة لو انت في اعدادي لو انت لسه متخرج لو انت لسه هتخش الجامعة حاول تقنى شوية وتقل كده وابدأ بس زبط الانجليزي بتاعك ما تستعجلش ان انت تهاجر استنى لما نقطك تبقى كويسة جدا عشان فرصك تزيد وحاول على قد ما تقدر تاخد خبرة في المجال بتاعك في البلد اللي انت عايش فيها صدقني والله الخبرة انت تاخدها في البلد اللي انت فيها دي وتيجي هنا احسن بكتير جدا لان هنا مش هتلاقي حد يعلمك كل الناس هنا هتبقى خايفة ان انت تاخد شغلها فمش هتلاقي حد هنا يعلمك الشغلانة اتعلم في بلدك افضل والله من اللي اننا شفته هنا احنا كويسين جدا جدا مقرنة بكل يعني بجنسيات كتير جدا احنا بنحب يعني فحيتة في الشغل ممكن نقعد نشتغل من غير ما نتكلم باقي الجنسيات اللي بتيجي هنا الناس اه يعني بيشتغلوا بس اما مش كفة قوي اما بي يعني مش احسن ناس احنا احسن والله من ناس كتير قوي في الشغل اه فما تلاقوش يعني انت وجيت هنا ومعاك ان شاء الله خبرة في مجالك هتيجي هنا ممكن تتعب شوية بس انت تلاقي شغل في اول شغلانة عشان بعد كده هيبقى الموضوع سهل عليك جدا ان انت تشتغل وتخش في المكانة بتاعت الشغل دي والشغلانة الاولى هتجيب التانية وهتعمل علاقات والدنيا ان شاء الله هتبقى كويسة جدا حاجة تانية كمان موضوع درجاتك وتأديرك في الجامعة ملوش اي علاقة بفرصك في الهجرة انت مجرد معاك المؤهل ملوش علاقة بقى انت مثلا طلع بمادة طلع بمادتين جايب مقبول جايب امتياز المؤهل العلمي ودرجاتك في الجامعة ملاش اي علاقة بفرصك في الهجرة انا كنت جامعة خاصة وهجرت عادي جدا مكنش فيه اي مشاكل الفكرة بس ان ممكن التأدير بتاع الجامعة يفرق لو انت بتفكر في منحة طبعا المنح بتبقى للناس معينة الاوائل مثلا او الناس اللي جايب امتياز لكن لو انت بتفكر في الهجرة يعني الهجرة العادية جدا الهجرة بتاعت استراليا تأديرك في الجامعة مش هيفرق معاك خالص اخر حاجة بقى ليه استراليا استراليا واحدة من دول المهجر زي كندا وزي نيوزيلندا انا معرفش او ما عنديش اي معلومات عن باقي البلاد مثلا وامريكا كمان ما عنديش معلومات عنهم بس الفكرة ان انا هنا بشوف يا جماعة ناس من امريكا جاية بشوف ناس من كندا هنا بشوف ناس من اوروبا بشوف ناس من اسيا بشوف يعني البلاد اللي انا كنت نفسي اروحها مثلا سواء عايزة هجرة او سياحة او كده انا بشوف الناس دي جاية استراليا فدي حاجة برضو من الحاجات اذا كان الناس دي كلها جات هنا فمعنا كده ان استراليا هي تقريبا احسن بلد في العالم هنا كويس جدا ببلاش اه لحد لفل معين يعني ولو فيه طبعا كل حاجة فيها الحكومي وفيه الخاص لكن الحكومي ده انت ممكن يعني مستوى بتاعه كويس جدا اه موضوع المعيشة هنا مستوى المعيشة انت بقى اقل شغلانة حتى لو اشتغلت حاجة كاجول مثلا في محل بتبيعه وتشتري او اشتغلت فرد امن هتعرف تجيب دخل مثلا ولكن خمسين دولار خمسين الف دولار مثلا في السنة هتعرف تعيش وانت وعيلتك فبقى اقل شغلانة هنا او باي شغلانة اي دخل هتجيبه هتعرف تعيش فيه مستوى كويس جدا هتدفع ضرائب قليلة لو انت دخلك معقول لكن طبعا كل ما مستوىك المعيشة بيزيب بتدفع ضرائب اكتر بس فعلا والله بتلاقي الضرائب اللي انت تدفعها دي في حاجات في خدمات كسواء صحة او تعليم لو انت لسه سنك صغير وبتحب الصفر مفيش بقى لا شنجين ولا في اي حاجة الباسبور الاسترالي دايما ما بين اعلى عشر باسبورات في العالم اخر مرة انا شايكت على الباسبور المصري كان رقم 134 الباسبور الاسترالي من كام شهر كان التامن على مستوى العالم ولسه قاري من كام يوم انه بقى في المرتبة السادسة فمفيش مقارنة اصلا يعني ده لو انت بتحب الصفر انت مثلا نهاردة في استراليا او في مصر او في اي مكان معاك باسبورك الاسترالي دوت ان نفسك مثلا مادان مرتاح وعايز تطلع مثلا وليكن اوروبا هتحجز الطيارة وتاني يوم هتطلع مفيش بقى قبلها بشهرين هتبدأ تقدم بنك استيتمنت وجواب من الشغل وتفضل بقى قاعد مستني وبتشوف ويا رب الفيزا تتقبل ولو اتقبلت الفيزا بتاعتك هتبقى مثلا بفترة معينة انت مش هتحمل هم الحاجات دي خالص لا انت ولا زوجتك ولا عيالك ولا احفادك يعني الموضوع بفعلا يستاهل البلد هنا بتقدر جدا الناس اللي بتتعب وبتشتغل احنا في بلادنا للاسف بنتعب وبنشتغل وبنلاقيش اي حاجة هنا انت ممكن تتكلم ممكن تعبر عن رأيك ممكن تقول اللي انت عايزه لما تخد الجنسية هيبقى لك حق ان انت تنتخب تنتخب ده غير ان انت هنا رأيك بيتسمع لو انت عايز تعمل حاجة عايز تنزل تعمل مظاهرات مثلا الدنيا هنا البلد فتحالك كل حاجة انت للاسف بلدنا مش عارفين نعملها فدي نصيحة لو انت بتفكر في الهجرة الوقت عمره ما هيبقى متأخر الهجرة هنا اخرها سن خمسة واربعين سنة وما ان الدعوات دلوقتي او الهجرة كبروسس كده بتاخد لها حوالي سنة فافضل سن للهجرة يبقى مثلا من تمانتاشر لحد اربعة واربعين بالكتير جدا خمسة واربعين للأسف لازم تجيلك الدعوة وانت سنك اقل من خمسة واربعين سنة فللأسف لو انت سنك اربعة واربعين ده اخر حاجة لو انت سنك داخل على الخمسة واربعين فبنسبة كبيرة مش هتلحق ان انت تقدم بس لو سنك من تمانتاشر لتراتة واربعين سنة فده الوقت عمرك ما هتتأخر لو انت سنك دلوقتي اربعين ابدأ اسعة لو انت سنك تمانتاشر ابدأ اسعة في حاجات ممكن تعملها وانت ماشي في المشروع دوت لحد ما توصل لأحسن سن اللي هو من 25 إلى 32 سنة خد وقتك ورتب أوراقك كويس جدا الهجرة عمرها ما هتقفل أستراليا واحدة من أحسن البلاد تاعة المهجر في العالم كله أنا بشوف ناس جنسيات من كل حتة في العالم جاية البلد دي فربناها معاكو وربنا وفقكو ونشوفكو على خير إن شاء الله بقى هنا في أستراليا سلام شكرا